اهلا بحراتكم الجديد والاهلي خطة احمر طبعا النهاردة شغالين على المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي المفترض لا يعلى يعني لا صوت يعلى فوق صوت المؤتمر الصحفي لان دي قضيتنا اللي احنا متبنيانها من فترة طويلة جدا في قناة النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي ومجلس دارة النادي الاهلي وايضا جماهير النادي الاهلي النتائج ان انت ممكن تحاول تغير المستقبل ان ده ما يتكررش تاني وانا متأكد ان ده مش هيتكرر تاني لان خلاص الدين اتسدد لكن عندنا نقاط ما ينفعش نتجاوزها هنقف عند عشر نقاط عشر نقاط في المؤتمر الصحفي هنلقى الضوء عليهم وبعد كده هناخدهم معكم فيديوهات ولكن النقطة الاولى المهمة جدا وهي علاقة النادي الاهلي باتحاد كرة القدم المصري ورسالة واضحة وصريحة النهاردة على لسان الكابتن محمود الخطيب لا يصح ابدا ان يردد الاتحاد المصري ومسؤوليه الاكاذيب يعني يمكن الكابتن محمود الخطيب قال انا كنت بستمع لتصرحات فبدحك فاول نقطة هنقف عندها هي ان لا يصح ان يردد المسؤولين في اتحاد كرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح وهم مسؤولين عن ادارة اللعبة في مصر ايه هو الكلام ده ان النادي الاهلي هو المسؤول عن تقديم ملف البطولة ولا اتحاد الكرة هو المسؤول عن ملف البطولة واستشهد النادي الاهلي يا فارس بند واضح وصريح وضح النادي الاهلي بقى ايه هو الكلام اللي لا يصح ترديده لما قال النادي الاهلي ان المسؤول عن تقديم طلب تنظيم البطولات هو اتحاد الكرة وليس الاندية واستعرض بند واضح وهو البند رقم 28 الخاص بتنظيم المباراة النهية من لائحة دوري الابطال والتي تسلم عن نادي الاهلي من الكاف قبل بدء المسابقة نص البند بيقول ايه بقى بول سيتم لعب الدور النهائي من مباراة واحدة فقط في احدى الدول التي يتم اختيارها من قبل الكاف وكابتن محمود الخطيب شدد على فكرة احدى الدول بشكل واضح عشان يتقال ان القصة مسؤولية تنظيم الدولة هذا هو البند الذي نص على قامة المباراة باحدى الدول وليس باحدى الاندية المن بأن الحكومة المصرية تساند دائما استضافة لكل الاحداث الرياضية الدولية ودل أكده الوزير مؤخرا يوسى بالتأكيد يا فارس القصة كمان ان احنا قعدنا خدنا فترة عشان ندلل على كلام المفترض ان هو كلام بديه ولكن في منظومة اتحاد كرة القدم المصري من الواضح ان انت لازم توضح ليهم الواضح فاحنا هنا في قضية من المسؤول النادي ولا اتحاد الكرة للتقديم لا النادي غير مسؤول على الاطلاق والسؤال اللي طرحه النهاردة الكابتن محمود الخطيب كيف يتقدم نادي لاستضافة المباراة النهائية وهو لا يضمن استكمال مشواره في البطولة بل من الممكن ان يخرج من الادوار الاولى طبعا كرة القدم مهما كانت امكانياتك انت وارد انك تقسر وده وارد جدا لان المباراة فوز تعادل خسارة فبالتالي انا على اي اساس كنادي اقدم لاستضافة بطولة من الوارد جدا ان انا اكون مش واصل للمباراة النهائية نقطة كمان مهمة جدا يا اسامة ان احنا نقول ان النادي اهلي قال لان تردد البعض بيقول من تعرفين نظام المسابقة كان حيوبة ايه النادي الاهلي قال رد وجيه جدا لما قالت دور النهائي لدوري الابطال يقام من مباراة واحدة منذ سلاسة سنوات اتمنى ان يذكر اتحاد الكرة ناديا واحدا في قارة افريقيا تقدم لاستضافة نهائي البطولة بالطبع لا يوجد زي ما اكد كابتن محمود الخطيب لان الاتحادات هي من تتقدم بطلبات الاستضافة وده يا فارس دليل واضح جدا من ضمن الادلة اللي احنا بنقول فيها ان اتحاد كرة القدم هو المسؤول الا وهو ان كان في ملف لاتحاد كرة القدم السنغالي وملف لاتحاد كرة القدم النيجيري ده كان متقدم لتنظيم دوري ابطال افريقيا ثم انسحب في النهاية عشان يتبقى فقط لغير ملف المغرب ونيجيريا كان الملف اللي تم تقديمه لدوري الابطال فقالوا لها الملف ده مش مكتمل فروحنا لنكمل فيه الكنفترالية والنيجيريا او الاتحاد النيجيري هو اللي نظم المباراة النهائية دون وجود فريق ممثل ليه والامر ده مختلف تماما عن اوروبا اوروبا فيه اوقات كتيرة جدا بنشوف ان اساسا البطولة بتبقى انتحاد النهاء قبل المباراة او قبل البطولة المباراة النهاء بتحاد قبل البطولة وكمان في اوروبا الوضع مختلف عادي جدا دولة بتنظم فريقها ممكن ما يشاركش في دوري الابطال يا فارس فده ايضا دليل على ان الاتحاد هو المسؤول وليس الاندية كابتن محمود الخطيب وجه تساؤل بالدليل ردا على كل الاقويل اللي تقالت مرسلة من اتحاد الكورة لما قال ايه مثال واضح يا جماعة عند استضافة مصر نهائي دوري الابطال 2020 اللي كان بين الالي والزمالك كلاهما المقصود هنا طبعا الالي والزمالك لم يتقدم ولم يطلب تنظيم النهائي اتحاد الكورة هو الذي تقدم وللتوضيح اكثر كان في الدور قبل النهائي لهذه البطولة اربع فرق اثنين من مصر ومثلهم من المغرب وتم الاتفاق داخل الكاف حالة صعود ناديين من مصر تقام المباراة النهائية في القاهرة وحال تأهل ناديين من المغرب تقام المباراة النهائية في كازابلانكا واذا تأهل نادي من كل دولة تم وقتها اجراء قرعة اسامة قالت ان النهائي حيكون في مصر فانت عندك نموذج عملي ما كانش النادي يطرف فيه خالص فأي تقديم للصدافة لا الاهلي ولا الزمالك اصلي ندخل على دليل السابع وده دليل واضح وصريح وهو نص الخطاب اللي ارسله اتحاد او مسئولي اتحاد الكورة للدكتور اشرف صبحي وبداية الخطاب كان فيه كلام فاصل جدا قال وهو الجملة وهنقراها بوضوح هي استمرارا لدور مصر الرائد على المستوى الافريقي والدولي فان الاتحاد المصري لكورة القدم يرغب فيه التقدم لتنظيم عدد من البطولات القرية اذا الاتحاد الذي يرغب هتقول لي ايه هي البطولات هقولك ده انت تذكر في الخطاب ده خمس بطولات من اصل السبع بطولات اللي كان بعيدهم الاتحاد الافريقي والحسن حظ النادي الاهلي عشان يبين الامر وتتضح الحقائق كان نهائي دوري او نهائي الكمفدرالية احد هذه البطولات اللي كان اتحاد القرى بينتوي تنظيم المباراة النهائية سامنا يا اسامة ودي لقطة ايضا النادي الاهلي ما سبهاش وكابتن محمود الخطيب كان رد وقاطع عليها لما تقال ان نادي بيرامدز تقدم لاستضافة الكمفدرالية النادي الاهلي قال ايه اعلن الاتحاد عن طلب احد الاندياء المصرية المشاركة في الكمفدرالية تنظيم النهائي يجعلنا نسأل اتحاد الكرة من الذي ابلغه المقصود هنا النادي طبعا ان هناك تقديم طلبات لاستضافة المباراة النهائية للمسابقات الافريقية في هذا التوقيت بالذات هل تمت مخاطبة النادي او تحدث معه مسؤولي الاتحاد هاتفيا واذا كان هذا حدث لماذا لم يحدث ذلك مع النادي الاهلي نقطة اخرى النادي الاهلي او اي نادي عندما يحتاج الى طلب من وزارة الرياضة هل هو في حاجة لمخاطبة اتحاد الكرة اولا طبعا ده ليس صحيح كل الاندية من حقها ان تقاطب الوزارة مباشرة وهنا مهم جدا ان خصوصا لو انت مسؤول وانتبهت الفكرة بيرامدز واخترته او هو حتى لو هو اللي اخترك طب ليه في الوقت ده ما كلمتش النادي الاهلي ودي النقطة التسعة اللي بيتساءل عنها مجلس ادارة النادي الاهلي في المؤتمر من خلال رئيس مجلس ادارة الكابتن محمود الخطيب كل شغالين في الوسط الرياضي عارفين حقيقة واضحة جدا ولا تقبل الشك ان اي اتحاد قري عايز يخاطب اي نادي بيخاطبه من خلال الاتحاد الاهلي او الاتحاد المحلي طيب عمل ايه الكاف الكاف ارسل خطاب واضح وظهر للجميع اللي كان مخفي ده يوم 19 يناير 2022 الخطاب ده وصل للاتحاد هنا النادي الاهلي بيتساءل هل حضراتكم بعدتوا الاتحاد الخطاب ده للنادي الاهلي اخترتوا النادي الاهلي بيه سواء كتابة او حتى باتصال هاتفي من ضمن الاتصالات الهاتفية اللي ممكن تكون مع اندية اخرى ده ما حصلش فبما ان ده ما حصلش انا ما ينفعش كنادي اهلي ادفع ضريبة حجب المعلومات عني وهنا دليل او نقطة تاسعة عشان توضح الواضح ان الاتحاد هو المسؤول عن التنظيم والاتحاد هو المقصر في التواصل مع الاندية لان ده الدور اللي بيقوم بيه اي اتحاد اهلي حلقة وصل ما بين الاتحاد القاري والاندية ده كان موجود بقى بوضوحة عسامة في البند العاشر اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب واللي النادي الاهلي قاله لما قال ان الخطاب الذي تلقاه اتحاد الكرة من الكاف يوم 19 يناير 2022 تضمن تنظيم كل البطولات عند مقارنته بالخطاب اللي ارسلوا اتحاد الكرة لوزارة الرياضة والموقع من رئيس الاتحاد والموقع من رئيس الاتحاد ويطلب فيه تنظيم بعض البطولات الكل لاحظ ان اتحاد الكرة طلب فيه خطابه تنظيم خمس بطولات وقام بحسف البند الاول الخاص بنهاي دوري الابطال الموجود في خطاب الكاف وكمان هل رأى اتحاد الكرة ان نهاي دوري الابطال غير مهم وده سؤال مشروع جدا ايه مبرراتك لحسف البطولة مع العلم ان الاتحاد الافريقي وضعوا في المرتبة الاولى ما بين كل البطولات الافريقية وفيه سؤال اخر لماذا لم يرفق اتحاد الكرة صورة من الخطاب الذي تلقاه من الكاف مع الخطاب الذي ارسله الى وزارة الرياضة على الاقل لابلاغ الدكتور اشرف صبحي بكل مضمون الخطاب الذي وصل من الاتحاد الافريقي وان هناك فرصة لمصر لتقديم طلب تنظيم دهاء دور الابطال ونحن على يقين ان وزارة الرياضة لو كانت قد اتطلعت على خطاب الكاف لو افقت على الفور على استضافة المباراة النهائية دول عشر نقط وعشر نقط من وجهة نظر النادي الاهلي والنادي الاهلي بيترحم بالدليل وبيترحم بمستندات وبوها قائع وبيشوف المنطق اللي النادي الاهلي يعني صاق فيه العشر نقط دول لكن هتقول اصل النادي الاهلي هو طرف اصيل مع اتحاد الكرة عندنا بيان نزله المهندس هاني ابو ريدا عدو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي اتكلم فيه بوضوح شديد جدا ان اي بطولة متعلق قرارات تنظمها بتعود للاتحاد الاهلي الاتحاد المصري يعني اي بطولة انت تنظمها في مصر سواء بطولة تخص منتخبات بطولة تخص سيدات تخص رجال تخص كرة القدم تخص اندية الاتحاد فقط لغير هو المسؤول وليس شخص اخر أفلنا الموضوع والمكتب المكتب التنفيذي المهندس هاني ابو ريدا اكد على الامر ففكرة التساؤل بقى مين المسؤول والكلام اللي بيصاق اعلاميا اللي هو يعني بيصير الدحك هي فكرة خلاص انه السؤال ده اصبح الامر واضح النادي ليس مسؤولا الامور اتضحت من خلال عشر نقط ومن خلال بيان المهندس هاني ابو ريدا ده بس الامور اصلا كانت واضحة ولكن حبنا نوضح الواضح موسيقى